لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصار جائر على قطاع غزة أثناء عضوانه بل يواضب على فرض حصار رقمي وقيود دعمته فيها كبرى المنصات الرقمية بإعلانها بوضوح انحيازها ضد المحتوى الفلسطيني وتسخير سياساتها لصالح رواية الاحتلال منذ اليوم الأول سعى الاحتلال بوضوح لتمصي الرواية الفلسطينية وإخفاء معالم الجرائم التي يرتكبها فاستهدف شبكات الاتصالات وقاطع خطوط الانترنت وفاقم من أزمة التيار الكهربائي ما منع الآلاف من النشر ونقل صورة ما يجري ولم يقف الأمر عند هذا الحد فالمفوضيات الأوروبية سارعت لتهديد منصة X بعقوبات حين صرح مفوض الشؤون الرقمية تيري بريتون قائلا إنه يملك معلومات تفيد بأن X تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي وعلى رغم من تأكيد ماسك أن سياسة X هي أن يكون كل شيء مفتوحا وشفافا لكن المنصة باشرت مراقبة حسابات فلسطينية وإزالتها بالتعاون مع منتدى الانترنت العالمي لمكافحة الإرهاب ورصدت أكثر من خمسين مليون منشور عالمي يتناول الأحداث الأخيرة منصة فيسبوك هي الأخرى حدثت سياسة خصوصيتها بما يقيد أكثر فأكثر المحتوى الفلسطيني وحذفت أكثر من سبعمائة وخمسة وتسعين ألف منشور داعم للقضية الفلسطينية ووصفتها بأنها مزعجة أو غير قانونية ووفق إحصاءات صادا سوشل فقد رصد من جانب الحكومات والمنصات أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة انتهاك رقمي ضد المحتوى الفلسطيني وأكثر من ثمانية آلاف منشور تحرضي بالعبرية ولغات أجنبية تتضمن دعوات لقتل الفلسطينيين وتشديد الحصار عليهم وتجويعهم كما استخدمت منصات متا كأدوات في نشر التهديد وممارسة القمع والتحريض ضد الفلسطينيين والتي لم يوضع لها حد ولم تحضر فتم رصد أكثر من مائة وخمس وثلاثين رسالة تهديد وصلت في رسائل خاصة للمستخدمين الفلسطينيين في قطاع غزة تهدد بملاحقة والقتل المباشر وسجل حظر متا وتك توك أكثر من اثنتين عشرة كلمة صنفت أنها تخالف معايير المجتمع وتعاد السامية مثل من البحر إلى النهر وهاشتاغ طفان الأقصى فيما لم تتوانى منصة إنستغرام وفيسبوك عن منع وصول المستخدمين إلى المحتوى الفلسطيني عبر خاصية القصص ستوريز وإخفاء منشورات أو حجبها عن المتابعين